وانا بتكلم عن اسم مصر فجأنا فجأنا امبارح اخي شقيق من دولة الكويت دكتور اسمه سلطان الحربي سلطان الحربي اكاديمي كويتي اهلا يا هلا بكويت يا هلا والله انا ليه اصدقاء كويتيين كتير هما بحبش كلمة الكويتة وليه اصدقاء سعوديين واصدقاء اماراتيين واصدقاء بحرانيين واصدقاء عمنيين لنا اصدقاء واهل في كل مكان لكن لا مش عايز ده مش ده تاني كلام الاول قال لكم بالترتيب قال ايه الاكاديمي الكويتي قال بما ان مصر قد سقطت ومركبها قد غرقت وباتت الدول تأخذ افضل وابرع ابنائها فاني اقترح ان تأخذ الكويت الطبيب الجراح الساحر الدكتور هامي عبدالجواد ليفتع عيادته عندنا ونستفيد من علمه وابداعه الكتير ده اللي كتب الدكتور سلطان الحربي اولا لان المسألة مش وقفت عندك هنا عايز اقف قدام كزا نقطة قبل ما اقولوك ردود الفعل هذا ليس مدعاء ان ندخل في معركة عبر السوشيال ميديا مع اهلنا في الكويت واخوتنا وقريبنا وصحابنا نختلف مع الدكتور سلطان الحربي ونقول له لا يا ليك بك ان تتحدث عن مصر وتقول انها سقطت وغرقت مصر يا صديقي مصر لا تسقط ومصر لا تغرق انتو ما تعلمتوش ما اياما عدت علينا نوائب مصر يوم ما تسقط ويوم ما تغرق مش هيبقى لكو جود للأسف ما احنا واحد احنا بنحبكو احنا بمحنة اي عربي بتبقى محنة لينا بنتقلم واول بلد بتفتح ايديها وبتحضن الناس والطبطب عليها عمرنا ما حسسنا عربي ولا اجنبي نزل على بلدنا اللو كان صاحب الضار ما ينفعش نقول على مصر علشان كام شخصية تم تجنسها يا اخي التجنيس ده تكريم التجنيس مش حاجة عيب ما ياما عندنا ناس متجنسة وياما ناس بتتجنس اتجنس كام الشهر ده ارجع للوقاع المصرية هتلاقي فيه اعداد بتتجنس كل فترة بس ما بيستغلوش عن جسيته من مصرية واللي يستغلو مع السلامة مع السلامة لكن ان دولة زي السعودية لما تكرم مصريين بمنحوم الجنسية اهلا وسهل هما ايه ما بقوش مصريين هما مصريين ليه داتهم الجنسية بتكرمه مبسوطة بيهم تكريما لعطاقهم ماشي لكن مش معنى تجنيس اربعة او خمسة ان دول بينطوا من المركب او ان مصر بتغرق ابدا ابدا الجنسية التانية حاجة حلو ناس كتير بتاخدها بتاخدها حد يساب مصر حد يفكر يسيب مصر لو مصر وقعت مين اللي هيبقى مصر عمرها محطوقة مصر تمرض تعيا شوية لكن بتقوم تاني وبتقوم في الازمات اكتر بتقوم في التحدي اكتر مصر اقوى من خيال اي حد بشعبها شعب مصر ده جبار يعني عم بطاطا يزك الزكة يعبر سينة ويفتع عكة عمره مطاطا الغير الله عم بطاطا مواطن مصري يا دكتور يا دكتور رد عليه الدكتور المصري الدكتور هاني عبد الجواد اللي تمنى ان يحصل على الجنسية الكويتية هو مش اخد باله لو تبعت الدكتور هاني عبد الجواد على صفحته هتلاقي الدكتور هاني عبد الجواد بينشر لعمليات كتير بيعملها لاخوة خالجيين وعرب من كل مكان اهلا بك في مصر يا دكتور تيجي عند الدكتور هاني وعندنا علماء كتير وده كاترة كتير بتيجوا وتتعالجوا هنا ويا رب ما تشوفوا مرض أبدا ويا رب تبقوا كويسين لكن احنا في خدمتكم من بلدنا حتى لو جيت الكويت حتى لو رحت السعودية حتى لو رحت الإمارات مصر في دمي مصر فهو أنا ايه من غير مصر حتى لوني أمحي يعني فصي لعيوني وشعري وتعرف ان أنا مصري الدكتور زيويل كان مع الجنسية الأمريكية لكن كان بيتباهى انه مصري ناس كتير خدوا جنسية بس بيتباهى بيتباهوا انهم ينتمون الى هذه الحضارة العريقة الى هذا التاريخ قبل ان توجد البشرية فما ينفعش تقول له مصر هتغرق رجل الاعمال الشهير نجيب سوئرس رد عليه وقال له مصر لم ولن تسقط وان اخطأت ادارتها ما يا ما ادارت بتيجوا وترو وادارت تغطئ وادارت تسقق وشغالين بنحاول فشعبها جبار وحضاراته قديمة وعظيمة ولن يأخذ احد ابناؤها لبجواز سفر او باموال فمصريتهم عميقة في جدورها وان قبلوا بتكريم او احتفال لا يتخلون عنها وشعبها بريء من الازمة الاقتصادية التي نواجهها اما طبيبونا فهو فخر لنا وهو حر في قراره عايز ياخد جنسية ياخدها انت عندكو ناس كتير عايزة جنسيات يا رب تاخدها هي كمان عندكو مجموعة كبيرة بدون ففي اطار جنسيات ومصر مفتوحة لكل الناس الدكتور سلطان الحربي رجع تاني واعتذر ونحن المصريين كلمة طيبة بترضينا بتطبطب علينا قالك حفظ الله مصر ما اقصده مما كتبته بس انت قلت انها غرقت يا دكتور وقلت انها سقطت يا دكتور وانت عالم لا يجوز ان يخرج هذا منك هو ان ينتبه المصريون لحال بلدهم الذي هو بلدنا ويحموه ويحفظه على طرواته البشرية قبل غيرها ما تقلقش يا دكتور مصر 110 مليون مصر بتولد كل سنة 2.5 مليون 2.5 مليون دول قد دول قد دولتين ثلاثة يا 2.5 مليون ده مش رقم إليل تأكد ان هيبقى فيهم العالم وفيهم الفنان وفيهم الصحفي وفيهم الدكتور وفيهم المهندس وفيهم الزابط 110 مليون بلاد وبلاد وبلاد كله جه وراح واحنا زي ما احنا لا بنروح ولا بنتغير لا تقلق علينا يا دكتور شعب مصر واخد باله من مصر بس انت اخد بالك من كلامك واعتدارك مقبول مني ما اقدرش يحكم على الشعب المصري عشان الشعب المصري ده لي مزاج يقبل اعتدارك او ما يقبلوش هو حر انا تعودت لما حد يقلط ويقول انا اسف انا باعتذر كمصري معلش يا دكتور معلش يا حبيبي هنعديها المرة دي